رمضان تجلى وبتسمى طوبى للعبدي إذا اغتنامى الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبعه ده في سؤال يكثر من الأباء والأمهات عادة في كثير من الشباب وأبناء المسلمين أنه يسهر طوال الليل وينام طول النهار في رمضان هذا يعتبر صائم من ناحية الحكم الشرعي هو صائم ولا يطلب بعادة اليوم ولكن فاته الفضل فاته شرف الوقت في رمضان ولم يعيش معنا في رمضان فاته شرف الزمان وفاتته صلاة الجماعة صلاة الظهر وصلاة العصر في جماعة وصلاة المغرب فمن ناحية أنه صائم صائم لكنه وفاته الأجر الكبير والثواب العظيم وينبغي أن ينتهي عن هذه العادة السيئة أما القسم الآخر اللي هو صائم ويسمع أغاني أو يسلي صيامه يعدي اليوم بمسلسلات وأفلام فهذا آثم بهذا الفعل يأثم في إضاعة الوقت الشريف في المنكرات وفي اللهو وهذا الوقت أولى به قراءة القرآن أولى به الأذكار وذكر الله عز وجل ومع أنه قصر وأثم إلا أن صومه صحيح ولا يحكم عليه بالبطلان ولكنه على خطر عظيم وضيع بركة صومه وبركة عمره بالوقوع في هذا الحرام في نهار رمضان طيب بعض الناس يصوم عن هذه المحرمات نهارا لكن يفضل عليه ليلا ده الليل هو الوقت المشرف في رمضان إن أنزلناه في ليلة القدر القرآن نزل في الليل إن أنزلناه في ليلة مباركة وكذلك بعض المسلمين يمتنع عن الغيبة والنميمة نهارا ونلاقي الموضوع دعا نكمله بالليل وبالليل ما فيش رمضان وقته الليل لا يقل شرفا عن وقت النار بل من العلماء من يجعل ليالي رمضان أفضل من نهار رمضان وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه